التشكيك في الأرقام بدأها الرئيس الأمريكي بايدن أمس واخذوها عليه بعض الصحافة وبعض الإعلام مرتبط به هناك وفي الغرب عموما وخاصة في الكائن الإسرائيلي فخرج أيضا الناطق باسم ما يسمى الجيش الإسرائيلي ليقول أن الأرقام ليست صحيحة أنها أرقام حماس كان قالها بايدن قبله يعني بعد أن هال الناس وغرعب الناس مقتل وهم يرون والآن الإعلام لم يعود كما كان بالرغم من أن مثلا هاو الفيسبوك ضعفنا الصفحة أكثر مما كانت والآن رمحطينا فيما يعادل واحد في المئة فقط اللي رح يوصل التنبيهات أو توصل الصفحة واحد في المئة وفي اللايب في أفضل حالات توصل إلى ثلاثة في المئة داروا لها حد الآن في أيام وصلت إلى غير ثلاثة ألاف هي طبعا المفروض توصل ثلاثين ألف فالناس يتفرجوا في فيسبوك أكثر من اليوتيوب لأن الفيسبوك في كثير من الناس يقدروا يتفرجوه تقريبا بدون أنترنت يعني هذا اللي يسمى فيسبوك لايت لكن هاي هنا الآن داري لها حد 1500 لن تتجاوز 1500 فبرغم كل التضييق في مواقع تواصل الاجتماعي والكثير منكم معارفين هالشي بمجرد أن يكتب اسم غزة أو فلسطين أو صفحة تغلق يمنعوه ما ينشرش صفحة ما تظهرش إلى آخره إلى آخره لأنه يعاني نفس الشيء برغم ذلك فإن الناس خاصة في الشباب في الغرب يرى رأى الصورة مختلفة إنه ليس الاحتكار الذي كان عن سي بي اس و ابي اس و سي نان و فوكس نيوز لا برغم التضييق الرهيب في التواصل الاجتماعي فإن الناس ترى والحقيقة أن تيكتوك على كل ما فيه من فساد وهي منصة أكثر من المنصات فسادا إلا أن تيكتوك وهنا يدخل في إطار استراتيجية الصين الدولة الصينية النظام الصيني أصبح أفضل بكثير في هذه القضية من الفيسبوك وما شابه وإنستجرام وما شابه لماذا؟ لأن الصين في الحقيقة مستفيدة استفادة عظيمة مما يحدث طبعا الصين لا هم قتل المسلمين وقتلها فهي تفعل في الإيغور في خلف جدران مغلقة أكثر مما يفعلها صهاينا في الحقيقة صهاينا يقتلون بالقنابل وهم أخذوا من الإيغوريين ملايين الناس وخرجوهم من دينهم ويفرضوا عليهم أكل الخنزير وشرب الخمر وعدم سيام رمضان ويأخذوا أولادهم إلى آخر إذن الصين ما عنداش علاقة بحق الإنسان أو بدفاع عن المظلومين إطلاقا لا هي ولا روسيا ولكنها تستفيد طبيعة الحال تستفيد وأكبر مستفيد هو الصين فالتيكتوك وضعه أفضل بالنسبة خاصة إذا قرناه بالفيسبوك ولذلك هاو الغرب يقدم خدمة للصين بطريقة غير مباشرة لأنها عادوا كثير في الغرب يتبعوا في تيكتوك ولا يتبعوا في بعض القنوات خاصة الجزيرة الإنجليزية لأنها تقدم أيضا تغطية معقولة جدا ومهنية جدا فمما اضطر بعض القنوات الغربية إلى أنها تحاول قدر الإمكان وما تقدمه القنوات الغربية لا يزيد عن 5% من حقيقة ما يجري في غزة ومع ذلك هذه الخمسة في المئة توصل لبعض الغربيين وأثارتهم بشكل رهيب ورهيب جدا هذا اللي يخلي بايدن يدخل شخصيا أمس بش يقول لا 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 الأرقام هذه مش صحيحة الأرقام هذه مش صحيحة والقتل هذه تع الأطفال إنها حماس إنها بروباغندا تع حماس خرجت منظمة الصحة العالمية بش تقول ومنظمات دولية أخرى ليس لدينا أي دليل لنكذب يشير إلى أن فيه تضخيم لعداد القتلى ليس هناك دليل بل أن الفلسطينيين ردوا عليهم بنشر تقرير فيه أكثر من 100 صفحة فيه أسامي أكثر من 7000 قتيل شهداء بإذن الله لا أعرف إذا كان في التقرير أيضا أسامي الجرحة وهم تجاوزوا الآن 16 ألف أو 18 ألف إذن بالأرقام وزارة صحة الفلسطينية أظهرت أن بايدن يكذب مع ذلك كرر الناطق باسم الجيش الإجرامي هذا الكلام اليوم وقال أكثر من ذلك قال من أن حركة حماس الإرهابية كما يسمونهم تتخذ من المستشفيات مقرات ومراكز تحت المستشفيات وأنها لديها أنفاق ولديها مباني تحت الأرض خاصة تحت المستشفيات وذكر خاصة مستشفى الشفاء ومستشفى الشفاء هو أكبر مستشفى في قطاع والغريب في الأمر أن هذا المستشفى مبني قبل قيام ما يسمى بإسرائيل بنيه في 46 أو 47 حتى أيام الاحتلال البريطاني لكنهم لكي يبرعوا قصف قادم ربما لهذا المستشفى سيكون من الصعب جدا أن يقصفوه لأن قصف المستشفى المعمداني أثار العالم وقلب الرأي العام بالرغم من أنهم أخرجوا فيما بعد جهات متعددة لتقول لا لا ليس قصفا إسرائيلية مع ذلك قالت نيويورك تايمز أمس أن الساروخ الذي قالت إسرائيل أنه من الجهاد الإسلامي وهو الذي قصف المستشفى لم يكن من الجهاد الإسلامي ولم يخرج من غزة إذن كسرت نصف الرواية والحقيقة قبلها كانت تشانل فور وهي قناة بريطانية قدمت الأدلة من أن إسرائيل هي التي قصفت المستشفى المعمداني المستشفى المعمداني هو مستشفى نصراني مسيحي وبعد قصف بأيام قصفت كنيسة هناك وتم تدمير الكنيسة هناك لكن الغرب معلبل لا بدين ولا بنصارى ولا بغيرهم إذا كان الأمر يتعلق بإسرائيل وبالمصالح الكبرى وإسرائيل هي أكبر مصلحة غربية في منطقة الشرق العربي الذي يسمى الشرق الأوسط إذن خرجوا ليقولوا أن المستشفيات إلى آخرهم هذه كلها بروباغاندا ولذلك على الناس بالرغم من أن قنوات بن سلمان وقلوات المسخ دولة المسخ وما شبه هما ينقلون أكثر فأكثر عن الصهاينة ويأتون برواياتهم وبالذي يدافع عنهم تحير والله كما قال أحد العلماء رأي مسجون عبد العزيز الطريفي قال لهم الله لو كنا في زمن قريش ما اجتمع المشركون إلا فيها إلا في العربية هذه مواقع الأم بي سي ولا حرضوا على الرسول إلا فيها ولا قاتلوا وعذبوا المسلمين إلا فيها نعم هذه العبرية حقيقة كما سماها الناس ويسمونها إنها قناة بالرغم من أنها تحاول أن تظهر هذه المرة أنها أفضل لكن سموم تمرر سمو حقيقيا ولذلك أشخاصين أطلب من الناس لا يتابع هذه القنوات ولا قنوات البروفاقاندا الصهيونية بطريقة الحالة وإن كان صراحة هناك بعض الإعلام الإسرائيلي أنا أقرأ لبعض بعض الجرائد أفضل بكثير من بعض قنوات وجرائد بن سلمان وبن زايد حتى سيسي